ايه اخبار يا رجالة عاملين ايه؟ حاب اتكلم معاكم العرضة كده بموضوع مهم جدا وفيه ناس بتسأل عليه من وقت للتاني وهو هل توصيل الافراد احسن ولا توصيل الطلبات؟ على كده نتعرف على التنم الاول اول حاجة شغل توصيل الافراد هو عبارة عن انت بتاخد حد وراك بتوصله من مكان لمكان بتاخد حد وراك على الموتسيكل بتوصله من مكان لمكان والمقابل ده بتاخد فلوس نفس شغل اوبر العربيات بالضبط والحاجات دي كلها هي هي لكن على المكان اما بالنسبة لشغل توصيل الطلاوات فمش محتاجين احنا نتكلم عليه بتاخد اورذرات من مطاعم اورذرات من شركة او اورذرات من اي حاجة وبطرح تسلمها برضو من مكان لحد ما كان لكن في حاجة هنا تزيادة شوية ان انت ممكن انا تطلع عمال وتطلع مكاتب وتطلع الحاجات دي كلها بتستلم الورضل بتاعك وتؤدي الورضل بتاعك في حاجات ديارة طبعا عن شغل تواصيل الافراد فبكل بساطة الشغلانة دي لها مزات ودي لها عيوب ودي لها عيوب اول حاجة بنRSغر توسير الطلبات by far year يكون طوال فدائما interesting, هو اكثر في الفلوس واكتر في المكسب من الشغر توسير الافراد ان انت في الغالب بتعمل مجهود فيه بتدخل مطاعم وبتطلع سنالم على رجلك والحاجات دي كلها فبالتالي دائماً بتلاقي ان شغرة توسير الطلبات بيكون مكسبة كثير من توسير الافراد اما الناحية التانية say في اخ line انت بتعملش أي مجهود تقريبا حد بيان الكاموريت بتروح توكل مكان تاني فالمجهود كله والحمل كله بيكون على المكانة بتاعتك على الموتسيكل بتاعك لان بيكون عليه وزن زيادة وبالتالي الموتسيكلة ومطورة هيتعب مع الوقت عن توصيل الطلبات شغل توصيل الطلبات في الغالب بتلاقي فيه مشاكل اكتر من شغل توصيل الافراد ليه؟ بسبب ان انت مثلا ممكن عميل مرضش عليك هاتروح ترجع الوردر للمطعم الحقيقة اللي انت بتشوفها دي كلها كل ده بيش مقبول في شغل توصيل الافراد انت بتاخد حد من مكان تودي مكان تاني المشاكل بيكون اهل شوية من شغل توصيل الطلبات عشان كده دي مرتراك في الاول بتلاقي ان المكسل بتاعها احسن من توصيل الافراد طب انا دلوقتي عادل خلاصة اني شغلة هيناسبني اكتر واني شغلة قادر ان انا اعتمد عليها قبل بس ما نكمل الفيديو انزل اعمل للايك واشتراك في القناة الثانية واحدة بس تجد انزل اعمل للايك واشتراك وتعالى كمل معاي اولا واحدا شغل توصيل الافراد ما ينفعش بكون شغل اساسي دايما بتلاقي الفلوس جاته قليلة ومش هتناسب انه يكون شغل اساسي بالنسبة لك فلونه انت واحد جاء من المتساكل عشانθε شجل به وهي دي الشغلاتي الاساسية لكي ن lavال من اول اليوم الاخره فشغل توصيل الطلابات يكون احسن كثير بالنسبة لك وزي مناتلك هيكون في مشاكل اكتر واكزا بس الرفح بتاعه بيكون احسن من توصيل الافراد بمراحط أما عن شغل توصيل الأفراد فده ممكن تزود بيه على الشغل بتاعك يعني لو أنت واحد مثلا شغال في شركة توصيل وجدت أن فيه وتعندك فاضي في اليوم ممكن تاخد حد تودي من مكان لمكان تفتح رحلة سواء على اوبر على اندرايبر على حاجات دي كلها تاخد حد تودي من مكان لمكان أو لو أنت مثلا خدت أوردر وليكن من التجمع وللمعادي وبعد ما وصلت هناك عايز ترجع للمنطقة بتاعتك تاني وما لقيتش أوردر ترجع به فتفتح وبتبدأ أن انت تاخد حد وراجت وهدي المكان اللي انت جيت منه فهي تنفع جدا في حيات تريه وبتنفع جدا أنها تكون مكملة للشغل الأساسي اللي هو طبعا توصيل الطلبات ونفس الكلام لو أنت واحد مثلا شغال في وظيفة وعايز حاجة تكمل معاك اليوم فشغل توصيل الأفراد هيكون مناسب أكتر في الحيات تريه مفوش مشاكل كتيرة وبينجز وقت يعني من الآخر كده كربح وحاجة تعتمد عليها بشكل أساسي فشغل توصيل الطلبات هيكون أحسن بكتير وزي ما قلت لك هيكون مشاكله أكتر أما بالنسبة للتوصيل الأفراد فهو كويس جدا وبينجز معاك وقت وبينجز معاك مابوت كبير هتعمله بشغل توصيل الطلبات لكن ما ينفعش يكون هو الحاجة الأساسية بتاعتك وما ينفعش ان انت تعتمد عليه بشكل أساسي من الآخر توصيل الطلبات فلسه أكتر مشاكله أكتر بياخد وقته أكتر وتوصيل الأفراد فلسه أقل بياخد وقته أقل مشاكله أقل فشوف انت المناسبة أكتر بالنسبة لك في الوضع اللي انت فيه وهو ده اللي يحدد انت تشتغل أي حاجة فيهم في النهاية وزي ما قلت لك شغل توصيل الطلبات بيكون أريح للمكنة بتاعتك وبيكون أريح ليك حتى وانت قاعد على الموتسيكل بتحس ان انت قاعد مش متكتف مفيش حد لازق فيك ودي برضو ميزة كويسة موجودة في شغل توصيل الطلبات فيديو خفيف كده أكيد بيجي في دماغك لما انت بتجري اشتغل بالموتسيكل وعايز تعرف ده فلسه أكتر ده موجوده أكتر إني بيحصل هنا إني بيحصل هنا ياريت لو استفدت بمعلومة وأول مرة تشوف القناة اعمل لايك قبل ما نشترك أو حتى لو انت بتتفرج عليه ومشترك في القناة اشترك قبل ما تطلع من الفيديو سلام